بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد نتابع آخر ما وعدنا به من مهمات شهر رمضان ألا وهو زكاة الفطر هذه الزكاة أيها الإخوة والأخوات الله سبحانه وتعالى جعلها فريضة عجيبة من نوعها من ناحيتين نحن نعلم أن الزكاة العادية لا تجب إلا على من بلغ نصابا من بلغ ماله نصابا سواء كان هذا المال الذي يزكيه الإنسان من الزروع أو من الثمار أو من عروض التجارة فلا تجب الزكاة على من ملك مانا أقل من النصاب لكن هذه الزكاة هذه الزكاة تجب على الغني وعلى الفقير وتجب على الصغير وعلى الكبير وتجب حتى على من ولد في آخر يوم من رمضان وأدرك جزءا من شوال كما قال العلماء فما الحكمة منها؟ الحكمة من هذه الزكاة أيها الإخوة أنها تطهير كما قال العلماء للصائم من اللغو ومن الرفس وأنها ضريبة ربانية وتعليم رباني لكي نتراحم قبيل يوم العيد بهذه الطعمة بهذا المقدار البسيط من المال نبدله لمن ومعنا ربما حصل أن يعطي الإنسان زكاة فطره لأخيه فيعطيها هو إياه لماذا؟ هذا طبعا ليس على سبيل التشارط لماذا إذن؟ قال غايتنا أن نعطي ونعطى أن نبدل حتى الذي ليس لديه إلا القليل فيقوم بأدائها على الوجه الذي أمر الله سبحانه وتعالى به فهذه هي حكمتها حكمة هذه الزكاة إذن كما صرح بذلك سيد الخلق صلى الله عليه وسلم فقال زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث اللغو الكلام الذي ليس له معنى ولا فائدة أما الرفث فما يحصل بين الزوجين من الكلام المتعلق بمقدمات اللقاء الزوجي وطعمة للمساكين طعمة نظر إلى لفظ طعمة هذا اللفظ يعني أنها شيء قليل طعمة للمساكين نعم ولو كانوا يعني أفراد أسر كلهم مساكين فيعطون بعضهم بعضا لكن ليس على سبيل التشارط يعني أعطيني لأعطيك لا أنا أعطيت أخي لأنني أعلمه محتاجا وهو نظر إلي وعلم أنني أيضا أنا محتاج فعادت إلي يعني عادت إلينا هذا ليس على سبيل التشارط لا إشكال فيه أما على سبيل التشارط فلا يمكن أن يعتبر إخراجا للزكاء الآن انتهينا من النقطة الأولى ما هي الحكمة ذكرنا أن الحكمة هي تطهير الصائم مما اعتراه وهي كما قال العلماء كما يجبر سجود السهو ما حصل من خلل في الصلاة كذلك زكاة الفطر تجبر ما حصل من خلل في الصيام هذا هو الذي شرحه أهل العلم وكذلك فيها طعمة مفروضة على الفقير وعلى الغني على الصغير وعلى الكبير لأن الله تعالى يريد أن يعلمنا الجود والسخاء في رمضان سبحانه وتعالى الآن ما حكم هذه الزكاة الحكم غير الحكمة الحكمة يعني ماذا نستفيد من زكاة الفطر أما الحكم يعني هل هي واجبة هل هي مفروضة هل هي سنة هذا هو الفرق بين الحكم والحكمة ما حكم زكاة الفطر اتفق أهل العلم جمهور العلماء من الحنفية والشافعية والحنابلة على أنها واجبة ومفروضة استدلالا بما رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس فرض والفرضية تقتضي الوجوب صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد حتى العبد المملوك تجب يعني عليه وذكر أو أنثى من المسلمين إذن فرض ماذا تعني فرض فرض تعني الوجوب فرضية الوجوبية ولا تعني أنها سنة نعم هذا الحكم إذن هي فريضة على من تجيب هنا السؤال السؤال الثالث على من تجيب زكاة الفطر تجيب زكاة الفطر على من توفر فيه ثلاث شروط الشرط الأول الإسلام فزكاة الفطر تجيب على كل مسلم سواء كان هذا رجلا أو امرأة حرا أو عبدا صغيرا أو كبيرا استدلالا بما صح عنه كما ذكرنا من الحديث السابق أنه أنه عليه الصلاة والسلام فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير كما قال صلى الله عليه وسلم إذن الشرط الأول الإسلام فلا تجيب على كافر ولا تجيب على يهودي ولا على نصراني ولا على أحد من الناس إلا على من شهدوا لله تعالى بالربوبية ولسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسلة الأمر الثاني القدرة المالية ويقصد بذلك أن يملك المسلم ما يكفيه من قوته وقوت عياله وزيادة على يوم العيد وليلته مع توفر الحاجات الأصلية يعني بد يكون عنده ما يكفيه ليوم العيد وليلة العيد هالنفقة هذه ليلة العيد ويوم العيد كم تقدر هذا يختلف باختلاف البلدان والأمصار وتختلف باختلاف أحوال الناس المهم ما زاد عن ذلك يؤدي أما إذا كان ما عنده يعني فرضنا إنسان ما عنده نفقة ليلة العيد ولا يوم العيد وهو بيأكل يوم بيوم بيجي يوم فاليوم اللي ما بيشتغل فيه ما بيجي فيه ما عنده شيء فهل تجيب الزكاة الفطر على هذا الشخص لا تجيب إذن بده يكون عنده شيء فاضل عن حاجته وحاجة من معه من العيال يوم العيد وليلة العيد إذا ما عنده فلا تجيب عليه طيب كان ما عنده أول ليلة العيد يعني حصل هذا لكن جاءته زكاوات من هنا وهناك زكاوات فاضل عليه صار عنده مثل حاجته وزيادة هل تجيب عليه أم لا تجيب عليه فلا أحد أيها الإخوة يغالط نفسه وهذا ما ذكرته في المجموعة منذ يعني يوم أو يومين سألني أحد الإخوة قلت له الذي لا يملك هذه النفقة لا تجيب عليه لكن لا يشترط أن تكون هذه النفقة من حر ماله الخاص لو أنه أهديت له هدية لو أنه جاءته زكاوات مساعدات من هنا من هناك فأصبح قادرا على النفقة فتجيب عليه أم لا تجيب عليه نعم إذن الشرط الأول الإسلام الشرط الثالث القدرة المالية على أدائها لأنها زكاة والشرط الثالث دخول الوقت فتجيب زكاة الفطر على كل مسلم بغروب شمس آخر يوم من أيام رمضان إذن الوجوب متى يحصل يحصل مع غروب شمس آخر يوم أما إذا أدها في أول الشهر أو في نصف الشهر أو في آخر الشهر فلا حرج من ذلك لكن الوجوب الحقيقي ما يكون إلا عند غروب آخر شمس آخر يوم من رمضان ولذلك تحديد النبي صلى الله عليه وسلم أن فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان من رمضان يعني من حضر وشاهده شهر رمضان كله وأدرك ليلة العيد ففي هذه الحالة يجب عليه أما من مات قبل هذا الأوان نسأل الله تعالى أن يحينا في محبة الله ومرضاته فلا تجب عليه إنسان شهد عشرة من أيام رمضان عشرين من أيام رمضان ثم انتقل إلى رحمة الله هل تجب في حقه لا وأما الشرط الأخير فالنية إذ لا زكاة ولا عبادة في الإسلام إلا بالنية أن يخرج هذه يقول بقلبه لا يشترط بلسانه يعني عندما يريد أن يعطي المستحقين هذه زكاة فطري إن قال لهم فلا حرج وإن لم يقل ونوى بينه وبين الله سبحانه وتعالى فتسقط عنه وتصح منه إذن هذا الشرط أو السؤال الثالث الآن السؤال الرابع ما مقدار هذه الزكاة ما مقدار هذه الزكاة قدرها سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصريح الحديث وهو صاع من تمر أو صاع من شعير وقدر العلماء الصاع قدر العلماء الصاع ب اثنان ونصف كيلوغرام من القمح أو من غالب قوة البلد كما سيأتي معنا في السؤال الذي يليه اذا مقدار اه اه اثنين ونصف كيلوغرام ومنهم من قال يعني اكثر نعم فلذلك الاحتياط يخرج بمقدار ثلاث كيلوغرام نعم يعني كيلوغرام وستمية وشوي في بعضهم وبعضهم قال بأنها يعني لأنهم في مذهبين فقهاء قالوا نصف صاع ولا صاع الارجح انه صاع ونصف الصاع اخذ به الحنفية لذلك قالوا هي اثنين كيلو عند الحنفية لكن احتياطا يخرج اثنين كيلو ونصف والافضل يساويها ثلاثة خروجا من خلاف نعم من اوجبه اذا مقدارها في الارجح اثنان كيلوغرام ونصف من القمح او من غالب قوت البلد لكن هناك خلاف حتى لا يعني يقول احد انه سمعنا انها اثنين كيلو بالصح وناس قالوا ثلاثة كيلو لازم هذا الخلاف من حديث النبي صلى الله سلم ورد بعض الاخبار بانها صاع والصاع معلوم انه اثنين كيلو ونص وزيادة ومنهم ما قال بانها نصف الصاع نصف الصاع معنات كيلو ونص او اثنين كيلو وهذا ما قاله السادة الحنفية قال السادة الحنفية بانه اثنين كيلو بيمشي الحال نعم اذا مقدارها اثنين كيلو غرام ونص من غالب قوة البلد السؤال الخامس ما هي انواع طعام زكاة الفطر يعني مما تصح هل اي مادة انا بصير اطلع منا ولا لابد من مواد معينة طبعا هناك خلاف ايها الاخوة لكن العلماء جميع متفقون على ان تكون من غالب قوة البلد فماذا يغلب على قوة البلد القمح يخرجها من القمح الزبيب والتمر وال ال 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 يخرجها من التمر ال 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 طبعا القمح ما مشتقاته القمح الطحين الخبز نعم الشعير ال 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 كل هذه من مشتقات القمح نعم وهناك تفاصيل كثيرة لا نحب الوقوف عليها يكفي أن نعلم أنه ينبغي أن تكون من غالب قوت البلد الآن هل يجوز إخراج قيمتها أم الأفضل إخراجها عينا هذه المسألة أيها الإخوة تعرف فيها جدل كثير ونحن نحب أن يسر على الناس جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والملكية قالوا إخراج عين الطعام أفضل والسادة الحنفية أجاز إخراج القيمة ولا مانع من تقليدهم خصوصا في عصرنا هذا خصوصا في عصرنا هذا والقضية لا تحتاج إلى جدل كثير نقول الأفضل إخراج العين كما ذكر الفقهاء ولكن عمليا إخراج القيمة أيسر إخراج القيمة لا حرمة فيه ولا يخالف السنة ولا يعني فيه أي شبهة ولا أي إشكال نعم فلذلك من باب التيسير والتسهيل نقول يصح إخراج القيمة كم القيمة النقدية هذا يختلف باختلاف البلدان فعندنا في الإمارات عشرين درهم عشرين درهم عن كل رأس عن كل شخص وتختلف من بلد إلى بلد كم قيمة العين المزكاه كم قيمة 2.5 كيلو غرام من القمح بعض الإخوة في تركيا مثلا ذكر لي أنها بمقدار عشر ليرة قد تكون أكثر قد تكون أقل على حسب السوق الموجودة لكن ليتبع كل سامع مننا بلده التي هو فيها إن كان من أهل سوريا فليسمع إلى تحديد دائرة الإفتاء بسوريا وإن كان من أهل تركيا فليسمع إلى تحديد دائرة الإفتاء في تركيا وهكذا بقية البلدان مصارفها طبعا نفس مصارف الزكاة تؤدى إلى جميع المساكين نعم تؤدى إلى الأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى بقوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين إلى آخر الآية يعني الفقراء والمساكين والقائمين عليها ومن يرجى تأليف قلبه للإسلام وفي الرقاب من الرقيق والأسرى المسلمين والمدينون يعني الغارمين والمجاهدون في سبيل الله وأبن السبيل وهو المقاطع عن أهله وماله هؤلاء الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى هم المعنيون المستحقون لهذه الزكاة آخر سؤال ما هو وقت إقرال الزكاة وقد ذكرناه الوقت وقتان وقت زكاة الفطر وقتان وقت وجوب ووقت جواز وقت الوجوب شهود آخر ليل من ليالي رمضان غروب الشمس آخر يوم من الأيام رمضان ودخول ليلة العيد يعني إذا ثبت العيد فوجبت هنا تجيب في الليل هذا وقت وجوب لا يجب تأخيرها إلى وقت صلاة العيد هذا وقت لما قال العلماء وقت وجوب وقت وجوب يعني لا يصح تأخيرها عنه ومن أخرها فلا تعتبر زكاة الفطر بل هي صدقة من الصدقات واضح؟ هذا وقت الوجوب إدراكه جزء من شوال وجزء من رمضان يعني بعد غروب الشمس آخر يوم من أيام رمضان هذا وقت الوجوب أما وقت الجواز فمن أول رمضان إلى أن ينتهي وقت الجواز وهو غروب شمس آخر يوم منهم هما وقتا إذن وقت الجواز ووقت للوجوب هذا فيما يتعلق أيها الإخوة والأخوات في مهمات شهر رمضان الآن أظن أنه لم يبقى علينا شيء من أحكام الصوم ومن أعذار الإفطار ومن كفارة الصوم ومن صوم التطوع ومن الاعتكاف ومن زكاة الفطر وإحياء ليلة القدر هذه هي المهمات الرمضانية فيما يتعلق بالأحكام الشرعية التي ذكرها أهل العلم أما غير ذلك فكله من النوافل والمستحبات نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحي قلوبنا بالعلم وأن يرزقنا وإياكم الفقه في دين الله سبحانه وتعالى فالفقه في دين الله فرض وليس بنافلة كما يتصور الناس يقولون إن العلم لأهل العلم طيب العلم لأهل العلم هذا بالاختصاص أما العلم الأساسي الشرعي هذا لا بد منه أيها الإخوة ولهذا قال أحد الفقهاء وكل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل أي علم أي عمل لا يكون مبنيا على علم شرعي جاءنا من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله سلم فهذا العمل ليكون فيه خلل ولا يقبله الله سبحانه وتعالى شرط العمل أمرا أن يكون موافقا لهدي النبي صلوات رب وسلامه عليه وأن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى لا رياء ولا سمعة ولا عجب ولا شيء من هذا فاللهم لك الحمد على ما وفقت اللهم أستودعك الله هذه الدروس أستودعك اللهم هذه الدروس ومن سمع هذه الدروس فيا رب افتح قلوبنا وقلوبهم لليلة القدر واجعلنا من الشاهدين لها برحمتك يا رب العالمين وتقبل منا إنك أنت السميع العليم آمين 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 وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة ترجمة نانسي قنقر